السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي حلقة جيد من الحلقات في المختبر واليوم بدنا نتعلم كيف نجيس الجهد المتردد العالي اللي هو مثلا يعني نقول العالي اللي هو 220V بالنسبة لنا لدوائرنا اللي في المختبر طبعا مش العالي المقصود فيه اللي هو خطوط الضغط العالي فنفترض انا في عندي خط 220V او في عندي انفيرتر وحب انا اجيسي الـ Output هل هو فعلا 220V RMS هل هو فعلا قريب منها ولا في مشكلة اليوم بنا نتعرف على اكثر من طريقة لقياس هذا الجهد لانه نتعرفين انه قياس الجهد المتردد ممكن يسبب يعني فيه خطورة تمام فعشان هيك بدنا نشوف ايش الوسائل الموجودة في السوق اللي ممكن بعضها يكون خطر وبعضها يكون امن وبالنسبة للطريقة الاولى هي عبارة عن طريقة سهلة جدا وبسيطة ولكننا نشوف هل هي خطرة ولا لا طبعا انا ممكن احط التيار المتردد او الجهد المتردد على طرفين فالفولتج ديفايدر فالفولتج ديفايدر عبارة عن R1 وR2 وانا باخد الاؤتبوت من وسطهم طبعا انا متوقع هنا مثلا يكون في عندي ما بين هذا النقطة وهذا النقطة يكون في عندي حوالي 220 فولتج RMS تمام شو يعني RMS يعني معنات الكلام انه هي ممكن طبعا تكون الموجة بالشكل هذا تطلع فوقه بتنزل تحت الـ RMS هي عبارة عن الجهد الفعال ولكن فعليا هي بتطلع هي بتطلع لقمة اذا كانت 220 فهي بتطلع لقمة 311 فولت واذا كانت هنا بتطلع برضو لقمة سالب 311 فولت تمام فلازم انا اخد بعين الاعتبار انه الجهد هذا اللي بده يتطبق هنا عبارة عن 311 فولت تمام عشان هي تتحول في الاخر القيمة انا بدي اياها نفترض انا بدي اخد هاد القيمة اجيسها بالاردوينو او اجيسها بجهاز لا يتحمل فوق الخمسة فولت نفترض انه انا المطلوب هنا انه ااخد خمسة فولت تمام فالمطلوب انه انا اعمل عملية حسابات عن طريق هاد العلاقة هاد العلاقة بتقول لي انا افترض ان انا المطلوب مني الافي اوتو تكون خمسة فولت ولكن الفي ايموت هو عبارة عن ايش هو عبارة عن القمة اللي هنا اكتر حاجة او اكتر فولتج متوقع اله 311 او حر التمرات بنزيده شوية بنوسع 350 ليش لو اجت مسلا جهد ساق بيسموه مسلا انه عل الجهد شوية فاحنا نحين بنقول 300 ونفترضه خمسين فولت تمام وبنختار R1 و R2 بحيس انه ايش يعني ممكن انت تقعد تختار بحيس انه ايش يطلع لك هنا الخمسة فولت او ان انت تفترض R1 تساوي نفترض 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 نسويها مثلا بواحد ميجا اوم وبتحسب R2 تمام بحيس انه ايش في النهاية تطلع في الاخر في الاخر نفترض طلع معك هنا واحد ميجا اوم وهنا نفترض طلع معك 5 كيلو اوم تمام فهيطلع معك هنا ايش الجهد تقريبا ما بين الخمسة فولت فانت حولت الـ 220 رم اس هنا لجهد حوالي او اقل من خمسة فولت قابل للقراءة ولكن فيها مشكلة صغيرة اول مشكلة اللي هي عبارة عن انه الجهد اللي طالع هنا هيكون جهد بالشكل هذا برضو هيك وهيك تمام وهيكون طبعا القمة تبعته لو انت عملت عملية حسابات صحيحة القمة تبعته لا تتجاوز مثلا الـ 5 فولت وهنا القمة لا تتجاوز مثلا السالب 5 فولت او كلها كلها هتصير 5 فولت وبالتالي هنا 2.5 فولت وهنا سالب 2.5 فولت من القمة للقمة كله ما يتجاوز الـ 5 فولت وهنا المشكلة لو هاده بدبعته على الاردوين والاردوين ما بعرف السالب وبالتالي هيشوف هيشوف فقط الجهد الموجب تمام وهذا مش هيشوفها هيشوف جهد موجب ومش هيشوفها في ناس بتحتاج الجهد الموجب والسالب عشان تشوف الاشارة كاملة وتحسب مثلا الـ بيك تو بيك او الارم اس او او ولكن في ناس بيقول لك انا بس بدي اجيب البيك اللي هنا الفي بيك وعلى اساسها انا بعرف انه هنا نفسها تمام فهو بيفترض انه لو قاس الجهد الاعلى في القمة الموجبة او النصف الموجب هي نفسها القمة السالبة وبالتالي ايش ممكن يعمل افترضات ويسهل على حاله المشكلة التانية شباب انه هاده مش اا مش اامنة بالمرة انت هتحط هنا متين وعشرين فولت تمام وهنا هتاخد الخمسة فولتية لو تم اللمس هنا يمكن ما يسعقك ولكن قريب جدا انه انت ايش في اا مقاومة صغيرة بتكون بين هاده النقطة وهاده النقطة او يعني ممكن يكون هاده النقطة قريبة من من الكنترولر كله ف بصراحة ما فيش نوع من ال الفصل في النوع هذا من الدوائر وبالتالي هذا يعتبر مش حل كتير سيف تمام ولكن يعتبر حل بسيط ورخيص والحل التاني بكل بساطة او استعمال للترانسفورمر لو انا عندي هنا مثلا متين وعشرين فولت طبعا ايش طبعا ارم اس وطبعا القمة للقمة من 311 لسالة 311 مثلا هنا هيطلع برضو عندي حسب الترانسفورمر يعني انا هنا الان عندي الترانسفورمر مكتوب عليه متين وعشرين فولت خمسين هيرتز وبطلع الـ 12 فولت تمام يعني معنات الكلام انه انا هنا هاحصل على موجه تمام الارم اس تبعتها اياش حوالي 12 فولت لو كانت هنا اياش 220 فولت تمام وبالتالي هذا النوع من السنسنج بوصة ترانسفورمر جيد جدا من ناحية الايزوليشن بعمل عملية تفصل في زيائي وبالتالي انا لو انا لمست هنا اي اشي ما مش كأني لمست 220 وبالتالي فصلت وبالتالي فيه نوع من اياش الامان اكتر تمام ولكن المشكلة الصغيرة انه كتير كبير يعني انت تجيب ترانسفورمر عشان تقيس حاجة نفترض انك انت بدك تصنع جهاز بقيس الفولتج والتيار عشان يحسب الباور وهو صنعق يمكن يمكن تختار انه يكون قد كف اليد وبالتالي وضع هذا الحل او حتى اصغر شوي فيه ترانسفورمرز اصغر شوي يعتبر برضو يعني وزن وايش ومساحة هذا الحل مش كتير ايش مفضل لا لا ايش فقط عشان اذا انت طورت اللي هو بوردة صغيرة فزيما قلنا هذا الحل جيد ولكن برضو انت لما تختار ترانسفورمر يجب انه انت تشوف انه اوكي هنا اتناشر فولت معناة الكلام انا لو بدي اوديها على اردوينو يعني الاردوينو ما بتتحمل مسلا اتناشر فولت هتتطر انك انت ايش تعملها تعملها برضو يا تختار تاني يوصلها لخمسة فولت يا اما تختار ايش تختار بعدها تروح تحط كمان تمام بالشكل هذا وتختار القيم بحيس انه يطلع من هنا ايش حوالي ايش ما بين الخمسة فولت عشان يكون مناسب لاردوينو ومرة تانية الاردوينو مش هيشوف ايش مش هيشوف الجزء السالب اذا كان انت ايش طبعا هو بس بقرأ الجزء الموجب اذا انت يعني مبرمج وبرمجة خاصة او عملت هنا مسلا نوع من الكلامبنج الكلامبنج بيطلع مسلا انه ايش بدل ما هي الاشارة زي هيك بروح يطلع ليها ايش شوية اوكي وبعملها ايش بالشكل هذا تمام فانت ممكن تعمل دائرة بحيس انه يعمل الافست تمام يطلع هاد درجة هادي وبالتالي بصير من اول اشارة الاخرة هنا ايش خمسة فولت وبالتالي انت قادر على قراء الجزء الموجب وقادر على قراء الجزء السالب بس ايش بعد ما تقراءهم بتروح تطرح مين تطرح الافست اللي انت عملته نفترض اللي هو اثنين ونوص فولت تمام فهد يعني هاد عبار عن افكار اللي موجودة في السوق بصراحة ولي بصمموها اكتير من المطورين والشركات انه مرات بيقيس الاشارة بالشكل هذا وبروح بعملها فولتش دبادر لو كانت كبيرة بس هنا طبع بضمن انه في ايزوليشن تمام وبعدين بعمل عملية ايش اوفست تمام في دوائر بتحط لك اوفست تمام تعلمناها في دورة الالكترنات العملية وايش وبتصير كل الاشارة وبعدين ايش الخمسة فولت وبالتالي بقدر يقرأها باي كنترولر وبعد هيك بتطرح مين بتطرح الافست اللي كان حطه قبل هيك فتطلع الاشارة كاملة تمام هاي هذا عبارة عن النوع بفضل النوع اللي انه بعمل لنا ايزوليشن ولكن شوية كبير في الحجم ولكن الان بدي اعمال لك اياه او اذا فرجك اياه اللي هو عبارة عن سنسور جديد اسمه فولتش ترانسيديوسر او فولتش سنسور هو من شركة اسمها لم او مصنع الو لم هو عبارة عن شركة مصنع على فولتش سنسورز و كرن سنسورز طبعا بالاف الفولتات ممكن او حتى فولتات صغيرة هذا اليوم السنسور اللي عندي عبارة عن سنسور قادر على قراءة زي ما هو مكتوب هنا هذا الدات الشيء تبعته على قراءة جهود من 10 فولت ل 500 فولت دي سي و اي سي تمام هذا الاحلى فيه يمكن لترانسفورمر يا شباب لا يستطيع قراءة دي سي تمام بس قادر على قراءة اي سي حطه في بالك الفولتش دي بايدر قادر على قراءة اي سي و دي سي ولكن مش سيف هذا قادر على قراءة اي سي و دي سي و صغير في الحجم و كمان سيف يعني الان لما احط هنا الفولتش هنا مش هيكون فيه اي خطر نهائيا انك تلمسه تمام فالان هذا عبارة عن اسمه اسمه لم سنسور فولتش دي بايدر الفي تو فايف شرطة بي تمام فهو هذا السنسور اللي معاي اليوم طبعا في منه الفي ارقام تانية بتقيس الاف الفولتات فيه حتى واحد شفته يعني بقيس لها خمسة الاف فولت تمام ولكن اسعارها مش قليلة يعني هذا سعره حوالي تلاتين دولار هذا سعره تلاتين دولار لحاله و طبعا كبير جدا يعني اغالي جدا بالنسبة لفولتش دي بادر او حتى ترانسفورمر ترانسفورمر ممكن جيبه انت باثنين تلاتة دولار او يمكن بالكتير خمسة دولار تمام لكن هذا تلاتين دولار وهذا ايش المشكلة فيهم ولكن طبعا لانظمة قوية لانفيرترات لاجهزة مثلا بدك اياه تعيش العمر و ما يكونش فيها مشاكل في القراءة بدك تختار تختار هذا طبعا هذا فكرته بالزبط زي فكرة مين لترانسفورمر بيجيب الاشارة و ايش وبحولها الاشارة تانية ولكن هلحنا نشوف ايش الاشارة التانية طبعا نحن نكاتب هنا انه هذا طبعا ممكن يقرأ دي سي هنا تمام هاي دي سي واي سي و كمان بلس و ا 줌 polygals ايش يعني legalvan lagalvan i construction ممكن عشان نكبر شوية عشان نشوف الكلمة تمام legalvan galvan 以前 ابار艇 ايش عبارة عن leisolation اللي انا حكيت عنه انه بين بين وبين الاوتبوت مفيش اي يتواصل وبالتالي انا بكون في هنا لو انا لمست مابيكون عندي مشكلة او مابيكون عنديенняه خطر انه يكون فيDe التواصل بينه وبين اليموت تمام زي كان في خطر تمام وبالتالي هي شبه لترانسفورمر بالضبط في عبارة عن فصل فيزيائي طيب بالنسبة للشكل تبعه هيو بالنسبة للاطراف الحين نتعرف عليهم في عنده هنا طرفين تمام وهنا تلات اطراف طبعا بيطلع بيقول لك الكرنت بيطلع عشرة ملي امبير طب انت بتقول لي بيطلع كيف يطلع عشرة ملي امبير الحين بدنا نشوف تمام طبعا هنا عبارة عن ال data sheet تبعته ايش يعني برايماري برايماري معناته انه بيسحب نفترض انا هنا هاده هو البرايماري نفترض هنا حطيت متين وعشرين فولت بيقول لك الكويل اللي جوه او الدائرة اللي جوه هتسحب من المتين وعشرين فولت ايش اللي هو عشرة ملي امبير تمام وطبعا هاد عبارة عن يعني اه تيار صغير بالنسبة لدوائر التحكم او دوائر الباور تمام اه طبعا بدنا نشوف يعني ايش الميجرينج هادي والميجرينج ريزيستنس في عنا هنا ميجرينج ريزيستنس ار ام تمام الحين نتعرف وين هي ولكن بيحكي الار ام هادي ما بين تلاتين لمية وتسعين اوم ماكسمم تمام طبعا في ممكن هادا طبعا هادا الفولتو السنسور لازم انت تشغله على باور سبلاي خارجي الحلو في الترانسفورمر انو ما بدو باور سبلاي خارجي انت بتحط هنا الفولتج على طول بتطلع هنا ايش جاهز عالطرف الثاني ولكن هادا بدو هنا موجة مسالب اتناعشر فولت او موجة مسالب خمستعشر فولت تمام لازم تعطيلوا اياهم عشان تاخذ الاوتوت من وين من النص لو كان هنا طبعا متين وعشرين فولت طبعا بيحكي لك في حال انت اتناعشر فولت او خمستعشر فولت ايش خيارات اللي ممكن ايش تتوقعها طالع من هنا تمام الان نشوف اه السكندر النوم الان كانت خمس وعشرين ملي امبير هادا الحين بدو نشوفها وهنا بنشوف بعض الرسمات او بعض المعلومات اللي ممكن يتفيدنا انا لو حطت السنسور بالشكل هادا هيحكي لي انه هادا الطرف وهادا الطرف عبارة عن الطرف الهاي فولتج هاي مكتوب هنا هاي فولتج سالب هاي فولتج موجة طبعا انت بتقول لي الاي سي ما فيه الو موجة وسالب هقول لك اه تمام ولكن طبعا فيه للك line وneutral فانت حط line هنا وحط newtural هنا ولكن يعني لو اعكستن ما اعتقدش انه فيه كتير مشكلة طبعا الاطراف هاد زي ما حكينا عبارة عن اطراف الoutput بحكي لي الاول طرف على الشمال هو عبارة عن السالب لو بدو وصله بالسالب اطناعش مسلا الموجة بهنا بدو وصله هادا موجة بطناعش والام هي عبارة عن الخرج اللي انا متوقعه هنا تمام لو عبارة عن عملية تحويل الجهود العالي هادا الجهود صغير فهاد عبارة عن الرسمة هاد عبارة عن الرسمات التانية اللي يعني الاحجام ولكن ان في عندي هنا رسمة مهمة هاد الرسمة بحكي لو انت قلبته بالشكل هذا تمام وحطته بالشكل هذا طبعا ايش ماله هيكون عندك هنا الام وهنا السالب وهنا الموجب وهنا السالب زي ما هو واضح هنا تمام وحتى هو تقريبا تقريبا يعني يمكن مكتوب عليه شايفينه ام موجب وسالب تمام فهذا هو السنسور المعنى نشوف الان كيف ده وسطه في دائرة بحكي لي هاي هي داي ايش توصيلته خلينا بس نقرب شوي تمام بالشكل هادة نشوف بحكي انه الطرفين طبعا تبعون الهاي فولتج تمام لازم انت في عندك هنا مقاومة شايفينها بقول لي ايش بك هاد المقاومة قبل ما تشبك الهاي فولتج بمين بالسنسور هادة المقاومة هادة طبعا بحكي لي عشان ايش اتحدد التيار التيار اللي داخل للملف تمام والتيار زي ما شفنا قبل شوي احنا هو بحكي هنا اه هاي تقريبا ايش عشرة ملي امبير زي ما احنا واضحين فهو مختار لشوية قيم زي ما هو ايش هنشوف الان في تحت في اسفل الداتا شيت بقول ليウولسج تو بي ميجورد نفترض انك بديك انت دقيس incentivين وخمسين فولت وهادة على تقريبا هو الهاقيس الان 205 halfrulد هو ها هاله هو قريب من ايش 225 125 فولت فانا افترض مدي دقيسه 255 حاخرون امcznie همكن ان يختار ار واحد 25 كيلو اوم ولكن انطبه ان ايش لازم يكون الواطت طابعها 2.5 واط مش المتهوين واط الصغيرة اللي ام ربع واط تمام? فخمس وعشرين كيلو اوم هجيبها تمام? او هجيب خمسين كيلو اوم ولكن هتكون ايش الواط تبعها اقل. فانا عندي هادي القيمة اللي هي خمس وعشرين كيلو اوم هجيبها الان وهشبكها مين بالشكل هذا. وبالتالي لما انا هجيب بنتان وعشرين فولت لازم اه اشبك وراها ايش اللي هو خمس وعشرين كيلو اوم ولازم يكون اقل ايش اتنين ونصف واط او اعلى من هيك. ليش? لانو همر فيها عشرة ميلي امبير. تمام? او المفترض. فيه زي ما احنا شايفين هنا ايزوليشن. هل زي هو هدا نوع الامان اللي انا حكيت عنه انه هدا السنسور بوفر ليه. وفيه كأنه نوع من او اللي هو اه معالجة الاشارة. وطالع عندي هنا ثلاث اطراف. هذا الطرف هو الموجب. هذا الطرف هو السانب. بدي اوصل عليه مسلا موجب اطناعش وسالب اطناعش. تمام? وهذا هو الطرف الام. الام يا شباب شوف ايش بحكيلي? بقول لي يا شباب انا مش هطلع لك الفولت اللي هنا هطلع لك ايه كفولت. هطلع لك ايه هنا كتيار. بقول له طيب كيف انا احاوله كفولت? انا بدي اقيسه كفولت. لو قلت لك انا في عندك هنا سيليك وفيه تيار معين اي. كيف نعرفه? تمام? فبكل بساطة اه اه لو فيه اي خارج اي هتقول له انا هوصله مقاومة للارضي. تمام? وهذا المقاومة نفترض نفترض يعني اخترناها واحد اوم. فالواحد اوم فالتيار هذا هيمر بالواحد اوم. هينتج جهد يساوي اي ار. هادي اذا كانت واحد اوم. تمام? هيكون الفولتج هو نفسه من التيار. وبتالي لو انا هنا قسلة فولتج نفترض واحد فولت. هو يعني معناته انه صار في تيار واحد امبير. تمام? لو هادي الار اخترتها مثلا ميت اوم. معناة الكلام انه بدفهم الفولتج هو عبارة عن قيمة التيار مضروب في مية. وبتالي انا لازم اقسم بعد هيك عالمية. تمام? فيعني معنى الكلام انه التيار اللي طالع هنا من الام زي ما هو بقول لي اختار قيمة ار ام ووصل هادي بالجراوند. لانه هادي الزير الفولت هي ايش لجراوند. فيعني نفس القضية هادي بالزبط. ولكن قديش قيمة الار ام. زي ما هو واضح في الداتاشيت تمام? هنا بقول لي الميجرينج ريزيستنس ار ام. اذا كنت انت تشغل ع 12 فولت يفضل تختارها ضمن القيم هادي. وما انه انا هجرا ع 12 فولت انا هختارها ايش? تقريبا تقريبا ايش? الميت اوم. تمام? فالان في عندنا الان بعض اللي احنا حددناها. هادي المقاومة لازم اختارها 25 كيلي اوم اتنين ونص وط او اعلى. اللي هو اتنين ونص وط الاعلى. مش ال 25 كيلو. 25 كيلو سابتة. وهادي بدي اختارها ايش? ميت اوم. واوصله على موجة مسالب 12. ونشوف هل فعلا قراءات هل هي اه مناسبة لنا ولا لا. وهي شيء بس نصر بعد توصيل في انا عندي هنا الميتين وعشرين او متين وتلاتين او متين واربعين فولت حسب ما بصلك هنا. تمام? اه طبعا هاي المقاومة اللي انا قلت لك عنها عبارة عن 25 كيلو اه اتنين ونص او اه اتنين ونص وط ولكن هنا عندك اه عشان نتاكد قديش هي عندك اه خمس اه خمسة وط الفين وخم اه خمسة وعشرين الف اوم. خمسة وعشرين الف اوم يعني خمسة وعشرين كيلو بس هدي خمسة واط عشان نتحمل اكتر. تمام? ولكن طبعا ايش يمكن بتسخن برضو مع الطريق. طيب هنا برضو سالب اتناش موجة اتناش وهنا الميت اوم هايها موصلة مع ايش لجراوند. تمام? طيب الحين قال ايش بنسوي؟ بدي احط المتين وعشرين فولت هنا او متين وثلاتين او متين واربعين حسب انا ايش بقيس من الوصل لبيتي. وطبعا بدي اشوف قديش هي الاوتبوت بطلع على وين؟ على المقاومة هنا تمام؟ خلينا بس نكبر شوي مرة تانية نحوط المتين وعشرين هنا واشوف قديش بيطلع هنا عشان ايش اقيم قديش مقدار اللي هو الاستبداون قديش مقدار التنزيل في الجهد تمام؟ فالان خلينا اوكي الان انا موصل اتناعش وسالب اتناعش الان بدي اشغل المتين وعشرين فولت هين شغلتها تمام؟ الان نقيس بين النقطة هادي والنقطة هادي قديش بيطلع الجهد اوكي عشان ايش بس تشوف الكاميرا هاي بين النقطة هادي والنقطة هادي في عندك ميتين واربعين فولت تقريبا هايها متين واربعين فولت هنا وهنا تمام؟ طيب قديش حوالين المقاومة انا همسك المقاومة بإيدي عشان تتثبت لك انه ما في مشكلة تمام وهاي خلينا نقلل الجهد لانه هذا ايش طبعا جهد اي سي احنا من قيس اي سي يا شباب ما من قيس دي سي تقريبا لا اكتر شوية خلينا نعييرها اكتر هاي اتنين بوينت تلاتة سبعة تقريبا تمام يعني اتنين واربعين فولت المتين واربعين فولت تم تنزيلها ميت مرة لتنين بوينت اربعة تقريبا لانه هير ايش هه نجزها مرة تانية هير مواتين مواتين وتلاتين حتى يعني مش يعني هير انا نزل متين وتلاتين مرة بطلع ايش بطلع اتنين بوينت athlete تمانية له دهو تقريبا اتنين بوينت ستة تلاته سبعة تلاته تمانية يعني فيه ذلك الحم lumpFL الصغير ولكن يعني معناه الكلام فهمنا انه الفولت اللي هنا هيتنزل 100 مرة وهيجي حوالينا المقاومة 100 اوم تمام فالان لما اقرأ اي جهد من هنا ووديع الاردوينو ولقيته 2.4 معناته انه بفهم انه هو كان 240 فولت تمام لو لقيته 2 فولت معناته هو كان 200 فولت تمام وبالتالي ايش هي الاشارة اللي هنا بفحصها هنا طبعا نقصها ايش بالمالتيمتر ولكن الاردوينو كيف هيشوفها اكيد هيشوفها ساين ويف خلينا نشوف هذا الكلام بالاسرلسكوب فالانا ما اقرأ ساعمل اسرلسكوب باجي البروب تبعي من الجراوند تمام اللي هو حوالينا المقاومة بالضبط لايش لا المقاومة اللي هو الام تمام زي ما هو ايش واضح هنا بالشكل هذا تمام وهي الدائرة بالتشبيك وهي ايش ما يظهره الاسرلسكوب الاسرلسكوب بيقولي انه انه انت الان عندك تقريبا يعني خلينا نشوف ايش القراءات الموجودة هنا تمام بحكي لي انه الارم اس اي سي ارم اس اتنين بوينت تلاتة سبعة تقريبا تمام اللي هو نفس القراءة اللي قسناها بالمالتيمتر هذا معنى الكلام انه يوازي مئة مرة تنزيل اثنين اللي هو من مئتين واربعين فولت ويحكي لي انه الماكسيمم هايها بيك وبيك طبعا حين نشوف هاي الاشارة عبارة عن ساين ويف بالزبط وهنا بتطلع لبيك معينة وهنا بتنزل لبيك معينة البيك الكبرى هادي والبيك الصغرى هنا تقريبا تلاتة وتلاتة من عشرة فوق وتلاتة وتلاتة من عشرة تحت يبقى تقريبا كلها على بعض ستة ستة وستة من عشرة تمام فالان لو انت هاد ستة وستة من عشرة بدك تنزل بدك توديها على مايك الكنترولر فانت تنتبه انه ستة وستة من عشرة احتمال مايقدرش مايك الكنترولر يتحمله ثانيا احنا قلنا هادا جزء موجب وهذا جزء سالب فممكن ايش مايقرأش الجزء السالب فلكن انت الان عندك رينج انك انت ايش تقلل هادا الاشارة هادا الاشارة طلعت بالشكل هادا تمام بالامبليتود هادا لانه احنا استعملنا ايش استعملنا هنا اللي هو الميت اوم هادي تمام لكن نفترض استعملنا 50 اوم فالمفترض انه الامبليتود هذا طلع لما نضرب في 100 اوم طب لما ينضرب في 50 اوم انا بتوقع لما يضرب في 50 اوم يطلع بالشكل هذا تمام وبالتالي هيكون ضمن من الخمسة فولت حتى اسمتك الكلام هذا انا طبعا شبكت مع الميت اوم ميت اوم تانية براليل معها فاطلع النتيجة ايش 50 اوم فالتيار لما يطلع من السنسور ينضرب في 50 فاكيد نقصت النص عن ايش لما ينضرب في 100 فالان نشوف الامبليتود الان طلع هاي الامبليتود نقص للنص تقريبا وبالتالي هذا قادر على انه يدخل الميكرو كنترولر فالان تطلع هنا واحد بوين سبعة كان قبل ثلاثة بوين ثلاثة وهنا الارم اس واحد واثنين من عشرة تقريبا تمام فالارم اس واحد واثنين من عشرة فانت هتفهم انه ايش بدال ما كان ينضرب او يتقلل لخمسين مرة كان مئة مرة الان صار يتقلل باكتر من هيك تمام فالامبليتود من هنا لهنا تمام هيكون حوالي ثلاثة فولت هم يتمل من هنا لهنا وبالتالي ممكن انت ايش الدخله اه مسلا مايكرو كنترولر بتحاول من صفر لخمسة ولكن طبعا اعمل حساب انه هاد ايش تعلي شوية عشان ايش تتخلص من الجزء السالب طبعا الان لو واحد يقول لي طبعا انا مقدش عاليه حاولت عاليه افطرد لو انت عملت بو اي اوفست هنا حالي عاليه بمقدار مسلا اثنين ونص فولت فاتنين ونص فولت هيطلع بيك موجب عليها واحد وسبع من عشرة وبيك سالب واحد وسبع من عشرة وبالتالي ايش هتكون انت هتكون انت كلها حويتها في ايش في الخمسة فولت باعتك ان شاء الله تكون في الحلقة السافات التي تعرفت على وسائل او طرق قياس الجهد المتغير في عندك لترانسفورمر بقدم ايزوليشن ولكن او سعره صغير ولكن اه ولكن طبعا انه لو حجم كبير في عندك هذا السنسور صغير بعمل ايزوليشن كويز واكوريت ولكن سعره اغالي شوية وفي عندك الفولتوش ديفايدر طبعا بسيط جدا رخيص جدا ولكن ممكن يعيش في ايزوليشن ممكن تضطر انك تشبك النيوترال بالجراوند وهدي مشكلة انك تضطر توصل لنيوترال الجهد العالي بالجراوند تبع الجهد الصغير تبع الاردوينو يعني بتخاف انه انت مرة ايش تحرق الاردوينو او دواير كلها ولكن هادي انت مش مضطر انك انت ايش توصل لنيوترال بالجراوند كل واحد منفصل عن التاني اتمنى انت تكون يعني يعني حصلت على بعض المعلومات بالشأن هذا واذا اعجبوا في الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكراك ونراكم في الحلقة الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته